السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة المتواضع بنحاول نوصل لكم وننقل لكم صورة الشارع المصري وانطباعه عن الدوري السعودي وفرحة المصريين بالكرة السعودية والدوري اللي بيقدم لنا حالة جميلة جدا وتنافسه على الوصول لأفضل دوري في العالم والنجوم اللي موجودة وكل واحد بيشجع مين اللي بيشجع النصر واللي بيشجع الهلال واللي شجع الانتحاد واللي بيشجع الاهلي واللي بيشجع الاتفاق والتعاون كل واحد ورغبته وحبه في النادي اللي بيشجعه في الدوري السعودي لان الدوري السعودي غير ملامح العالم من ناحية القروية وزي ما قلت لك كرة القدم بتتكلم سعودي انا ما بفردش على اي حد انت بتشجع مين ولا بتشجعش مين وعايز ان احنا نتقبل الرأي والرأي الاخر حتى في ناس استضافتها بتقول ان الدور المصري افضل من الدوري السعودي انا زاد طبعا دي يعني عدد قليل يعني اتنين تلاتة قالوا الدور المصري افضل من الدور السعودي دي رؤية تكون خاصة جدا لكن الاكتر جمهيريا قالوا الدور السعودي يعني بيمثل شيء كبير جدا بالنسبة لالقرى العربية عامة حاجة مفرحة الوطن العربي كله ومشرفها فتعالوا نشوفوا النهار ده اللقاء ده يعني مع الضيف بيتكلم عن انجزات كريستيانو رونالدو اللي حققها وهو في السن ده يعني لما ياخد الهداف العام على مستوى العالم وبعض الجوائز وافضل لاعب من جهات اخرى وصحف عالمية ومواقع عالمية يبقى احنا عاوزين نقف كتير جدا قدام الدور السعودي ويقول انت رايحت منا فين تعالوا نشوف الضيف بيقول ايه بس نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخدوا مقطة نقطة دور التعامل اللي انت بتتكلموا فيه دوت فيه لعيه بقى قد نص سن رونالدو ومش جايبين ربع اجوان رونالدو اه ده واحد تمام ثانيا رونالدو تاني احسن واحد صانع اجوان في السعودية بس مش متذكر من الاول اه فانت بتتكلم في دورة انا فوسي وروحت كفيفا اديته كورة ذهبية الواحد زي ميسي عشان خاطر شاط خمس ضربات جزاء ورونالدو مش معترفين بيه واحنا عارفين ايه السبب اه كل الجمهور عارفين من السبب وعارفين ان كورة الفيفا لها ميسي مدلل بالنسبة لها مش معنى كده انا بقى اقلل من اه من ميسي لا هو ليه انجزاته بس خلاص هو انتهى في فارشلونا تمام انما في فارشلو خد كورة ذهبية بقى امرت ايه في ميامي في اناك في امريكا بقى امرت ايه ده فارشلو ما اصعدش للفاينال التاني هناك تمام تمام ودوري مش التنافسي اه تعال انت بص رونالدو دوري التنافسي ام شوف مانشستر يونايت تجرالها ايه بعد منه شوف ريال مدريد قعد سنتين متشحور مش لقى مهاجم لغد ما كاريم بنزيمة فاق راح لكو كاريم بنزيمة نفس ارقام وارقام رونالدو نعم تسعة وتلاتين سنة افضل لعب في العالم جلوب سكور ام في الامراء وهده في العالم بيرد على الناس في الملعب ده اللي بيعجبنا في رونالدو ام طيب بالنسبة للدور السحودي في حاجات اتغيرت كهير جدا والفرق بقى كبير جدا بين الهلال والنصر والاهلي الصدارة لما الناصر دي كسب الصدارة برضو دي حلوة مشوحشة مسي فاري بقى حوالي ستة بنت دلوقا سبعة بنت في اللي عجبني في النصر اي ان رونالدو نائل شخصيته دي حاجة برضو على فكرة مش هتلاها في ميسي ومارادونة قالها قالك رونالدو قائد سميوني قالك لو انا داخل حرب ومعركة هاخب معاه رونالدو فبسألولي قالك ده قائد بالفترة نائل روحه وحماسه وشغفه وتلاقي بيهايص للجون اكلنا اول جون في حياته ناقل شخصيته على لعبة المصر النهاردة بيشجع الجمهور ويقف يسقف وبتاعه متفاعل كمان مع الجمهور تخيل بين ادم في العمر ده وراح يتقلم مع شعب ما شفهوش قبل كده راح اتعقلم معاهم وبقيلبس جالبيتهم ويحتفل احتفالهم ويشف قهوتهم وعايش معاهم اكلنا معاهم بقالو 40 سنة ناقل فكرة ان انت لازم تكتهد وتحارب كما كان يحارب في ريال مدريد واخد بالك لفرقة النصر يعني نعتبر ان كريسيانو رونالدو في الكرة القدم محارب؟ طفرة دي طفرة مش مش محارب يعني اقولك ايه انا ما شفتش فعلا زي رونالدو انا شفت زي ميسي شفت ديوجة ارماندو مارادونو زي ميسي شفت مين زي رونالدو مين في سرعة رونالدو مين في سن رونالدو لما كان في مانشستر في مهارة رونالدو مين مدفع الجزاية رونالدو مين جاي بهدرز بيجوان واخي بالك هاتل عتاولة اللي هم مشهولون بالدمغ بس فى دا عما كانت تفرق تفرة تفرق معنوية جسدية الراجل فايق ورايق بيحب شغله بطريقة تقرأ عندك موظف الشغل و يحب الشغل و يبدع و أدهى و لم ترى أساطير كثير زيدان بيكهن بلاير مورادونا بلاتيني جورج روبيرتو بادجو حضرنا و عصرنا أساطير كثير مين عنده الشغل ده؟ مين لغاية تسعة و تلاتين سنة بيسألوها هتلعب كم مباردة و ليه متين مباردة و ليه قالك ميتين و خمسين عجباني برقم ميتين و خمسين دولي عجب رونالدو تعبنا عن زي لعب اغاد ساعة كاما مقرم لو تم ميتين و خمسين لو هنحسب كل سنة فيها مسلا في عشرين مباردة للمنتخب تصفيات و مندة و مندة رونالدو هيلعب لغاية اتنين واربعين سنة انا حسب تكرم و اناقع كده الورقة لا لا هيلعب لغاية تنين واربعين سنة بص جسدين عمل إزاي الشاب اللي عنده عشرين سنة ولا تلاتين سنة فارق فده نرجع بالدور السعودي تأقلم مع الشعب السعودي يعني دخل جوه أجواء الشعب السعودي ونخبالك تحس أنه عاش في أوروبا أصلا طب كريم بنزمة ما ننجحش ليه زي نجاحك يا سنونة ما أنا هقول لك ليه ما ننجحش ليه أنا في حلقة كلمت معك فيها على اللاعب السعودي على اللاعب السعودي دور السعودي عمل بروباجندا وجاب لعيبة وجاب صفقات ضرب نار وفيه هفوة عند بعض الأندية والأندية دي اللي وعدت الاتحاد والأهلي بس الأهلي في المركز الثالث موقعش يا سكرم فرق كام أنا مليش أمد توقيت ليش أنا فرق ثاني سكرم صحاني بس أنا مبقاش أنا فرق ثاني مستوى ثاني أو أنا الفريق الثاني في الدوري والأول فرق خمشهر بمت محسوم أنا عملت ايه بالتاني دمش المقياس أنا المقياس بتاع السكرم أن الأهلي يببى الثالث فرق بينه بالأول اتنين بمت أنا أضرب لك تعظيم سلام أنت كده بتحارب زي الدورة الإنجليزية وصلك كده تعال في الدورة الأسبانية اللي قلت لك مرسو رونالدو مش آه الناس مش بيتابعة دورة بس آه زي الأول كده كلامكم مضبوط بس تعالي النهاردة شوف من الأول ريال مديد جيرونا مناصفة مع فريق اسمه جيرونا فرحانيمي ومشجع الدورة الأسبانية أربعين أربعين تيجيل بعدها ثمانية وتلاتين تيجيل بعدها ستة وتلاتين هو ده اللي أنا أتكلم في الثلاث والرابع عشان كده فرق أربعين أنا مستني متعة اللي هيخسر ويكسب هتنطف هو بس أنت كنت متوقع الفرق الكبير جدا في عدد النقاط بين الهلال والنصر لا هو مش كبير كده مش كبير؟ مش كبير في حالة واحدة ان فرقة النصر تاخد طبعا رونالدو مشجاعتن هو رجل ما بيخسرش البداية كانت غير موفقة في بداية الدورة من النصر أه أول مبارتين هزمتين التعادل غريب جدا مع أبهك غير متوقع وكسبينين 2-0 ثم 2-1 في دقيقة 92 كان بيجيب جن والله ينور عليك شوف انت ذكرت حاجات تهدة يا فريق صح؟ شوف رونالدو شخصيته عمل ايه في المجموعة هتقول لي رونالدو الواحدة معهم أه رونالدو الواحدة مين معهم تاني من ثلاث اللعيم تاليسكا وسادي ومانيه وبدو بزوبتش الناس دي كله على دماغ من فوق وقلش حاجة بس مين اللي هيقول لي بروزوفيتش وهيقول لي تاليسكا وهيقول لي سادي ومانيه لا يا الله يكمل ولسه بادروا الحتة دي عصبت شجاعة المدريد روح القائد فانا عارف رونالدو بيعمل ايه في سنة من السنين السكران كان برشونا فرعا ريال 12 بند رونالدو مع ازدان جيه في نص الموسم خلى الفرق بند خلى من 12 خلى بند بحماس وشجاعة اللعيبة انا اتمنى الدور السعودي واخبالك يبا المنافسة اشد من كده اشد ازاي على المراكز الاولى يعني انا قلتلك في مرة برضو في فيديو اللي فات قلتلك انا فرحم بفرعة التعاون وفرعة الاتفاق اللي بيضربها ستيفن جارالد بس ما فيش نتاج سيئية جدا في الفترة الحالية انا فاهم بس دعمين زي الفرقة الكبيرة تدعمات عندهم زي كده ما عندو فيه نجوم كبيرة جدا عندو لعبة سعودين حلوين معاه بس ما عندوش الصفقة الرنانة يعني احصل لك الحاجة لعبة السعودين اللي في التعاون واللي في الاتفاق لو معاهم صفقتين تقايل زي بنزيمة والناس دي بدول يا كرم احنا بدين نبيت قبل النجفة الطوبة الحمرة قبل النجفة الطوبة الحمرة التعاون كان في اول عشر جوالات من الدور السعودي يما في المركز الاول يا المركز الداني الله ينور علي ايه اللي حصل؟ عندو محرز؟ فادي بتبقى ايه اللي تخبرة؟ اللي حصل ايه اللي تخبرة؟ شباب ورعونة بتخسر مطوشة تافهة وبتتعادل في مطوشة تافهة واخد بالك فيه ماتش مش عارف تعادله ولا خسره مع الاهل السعودي لما لغوا الجنب بسبب اول يعني قد دي رعونة واخد بالك اهم مع سوق حظ فادي بتيجي كده عمكار فاللقائبة الكبيرة وظيفاتها ايه مع الشباب انها لما ماتش عايز يهدى الماتش عايز يسرع يلا نسرع الريض نلم القورة نستحوز ننقل كم نقلة نبسط جمول فهم يعني الحماس واخدهم هجوم 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 مكلمون كتر ما هاجبونش فيهم ولا اكتر واخد بالك احنا دلوقتي كل اللي نتمنى ان انا عايز افرح الهلال ياخد الدوري تاخد بالك او افرح ان الناصر ياخد الدوري لا مشاكل بالنسبات اهم حاجة ان انا عايز منافسة ما بين الناصر والهلال تبالفرق بند اثنين بند مش معنا كده عشان الهلال يخسر او اتمنى اكتصرت الهلال لا انا بتمني للكل الخير بس انا باتكلم في مصلحة الكورة السعودية كلها ان انا في فرق محتاجة لعيبة سعوديين زي الاتحاد يعرفوا قمة النادي والاهلي وفي لعيب مفوض نجيبها تدعمات احسن للتعاون والاتفاق السعودي هل الاتحاد هيكله مكان في الدورات الثانية مهم هو لسى بدقي عند الامر بالعبج اول存 اي ثلاثة رابعة اه مهما بمع. لو تعرف late واحسنظ يركز في هذه اليه ويتitte في السنجة يحدث من الناصر واسع لا تحاجر بلالاهلال مع بالناصر واسع تمامى الاهلي التالت انا مش شايف فيه روح في الاهلي اصلا ما انت بتشجع الاهلي انا بشجع الاهلي يعني اقول حاجة مش شايفة احنا كاسمعروات عودنا على حاجة زي كده لا ما منفعش النافق انا بحب الاهلي سعني من زمان وانت عارف اقولتها كتير في الفيديوهات بس انا بتكلم فيه صالح العام للقرى السعودية لاخوتنا هنا واحنا كل فيديوهاتنا هنا كلها دعم ليهم بدون مصلحة ما بناخدش حاجة اصلا بس احنا بنتكلم بالمنطق وصعب بتلدف اي قناة ان انت تتكلم بالمنطق انا فريتي بشجعها الاهلي سعود هرش احتها لان بتالي كل فيديو معاك بس لخ فيها بس لخ فيها ليه؟ عايزة تباحسن فرقة عايزة تباحسن فرقة عايزة تباحسن فرقة انا راجل منافق انما لما انا بقول انت وحشين انت شوف الوحش اللي فيك وتعمله انا قلتلك محتاجين لعيبة السعوديين مع الصفقات التييلة اللي في الفريتين حل المدير الفني لنادي الاهلي جايت؟ ايه؟ المدير الفني لنادي الاهلي؟ لا ومش عاجبني وفيه كان صفقة كده مش عاجبني بحاس انهم مجيب بالحب التعالي يعني من دي وقف حارس المرمى برضو يعني بيعتبر بتالي في الافارقة اللي جم كيسيه هو اللي اللي بحسسني انه هو ده دفعت الفلوس طب رياض محرز؟ رياض محرز بيعمل عليه بس يعني الكرة مش مترجمة جوان وكرة واغلبية الاخضاء عندهم الدفاع ومن دي ورا الدنيا ملخبطة ورا اللعب كله منظومة اسكرها فرق ولا بتهاجم فرق ولا بتدافع ما عادش النهاردة في دفعة بس بس الاثنين السترايكر اللي ورا دول بيبقوا دول منظومة دي منظومة دي اساس المنظومة افضل مدرب من وجهة نظرك حتى الان في الدور السعودي افضل مدرب انا ما بين التلاتة بصراحة يعني انا هاختار ستيبن جولرد معاهم لا 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 الراجل حسب ان كان بص هو معا مين يعني احنا نهارا دي كان لغا الهاب جلال معه معا مين بقى احلى كرة بتلع في الدور الاسماعيل لا معا كم مور معا سبعة بنت وخسران الباقي بس بيقدم كرة حلوة عارفين ان احنا معاه عكا جيز ماشى معاه في الملعب هل لو ده لما عادة عيبة صوبر كان هيبه ده مركز الاسماعيل ستيبن جولرد عادة في صفقاته عامل شغل بيهم مدرب التعاون عامل شغل بيهم انت طبعا مستنى اقولك الهلال والنصر الاتنين دول معاهم لعبة جاهزة بس انا هختار بتاع الهلال مش هختار بتاع النصر لان الراجل ده نجح في الاول طريقة اللعبة ما عجبتش الناس والمهاردة النتاج هل بتتكلم عنه بترده عنه وزي ما الهزيمة بنشجب المدرب وبنغلط فيه زي ما لينا افضل مدرب في الدولة السعودية مدرب معا العيبة ومرجز اول وبعده مدرب التعاون والاتفاق ستيفن جرارد ده مدرب النصر معا العيبة اعطل معا كرونالدو دي الواحدها كارسة انت معاكم بلا نواوية في الملعب انت الهلال جاب بروزوفيتش وجاب جاب متروفيتش متروفيتش ومكمل باللعبة السعودية انا اللي عجبني في الهلال اللي عم الميكسي في الهلال مش جايب صفخات الجامعة لا مؤتمد على ابن النادي اللي هو عارف امت التشيرت لعاب اللي عارف امت التشيرت ياسين بونو ممتاز فارق كبير جدا فارق والود عشان عربي عنده الحتة الحمية مغربي برضو في لعبة كده تحسين حمية لهم الجزائريين المغربة خبالك المصريين فانا بقولك ليه بقولك لعب سعودي لان اللعب السعودي يا قرم بيبعارف انا نفسي وانا طفل نفسي هلعب في الاهلي فبيجي يطلع خاص هلعب في الاهلي وانا جاي محترف واخد مكانه منه انت كابل بتضمر اللعب من تحت فانا نفسي كل فرقة في السعودية كما جاب الصفقات تدعم باللعب السعوديين عارف ام تبتشرت انت الانتحاد خسر من الاهلي قصما بالله ملاعب خالص اللعبه مش عارفة امي تنال اللي انت بتمثله لعبه شبعانة وكورة ولعبه مريح يعني فبيني ده انا بهدلته على التيك توك عندي بسأل دي ضرب الجزاء تعملها ده اللعب كان بلعب في اوروبا في ليفربول اقولك لا اصلا ما عمل لا ضربه ولعب غابي مش عارب بحط لعب في ظهره احنا لعبنا كورة وفهمين احط لعب في ظهره لغاية الكورة ما اتطمن الكورة تلعب برا الملعب مش اروح شايته برجله وزقه بيده محقه يا اخو بيدي مع اني مفهاش حاجة انا شايف ان الكورة مش مفهاش حاجة ما تستهلش ولا توصل للمرحلة دي بس ده سازاجة ورعونة من اللعب من الشاي الهم الناجي قبلك بص على حجازة كده في البري بيجل وبيضرب ده وبيزع على ده ومش حمل اسم الكلام الاتحاد فرق عن صفقة يعني فرط في صفقة مهمة جدا طريق حامد طريق اخسم بالله طريق حامد انت عشرة من فابنيوم بزع محمود انا عايز لعب يلعب انا مش عايز اسم انت جيب لي فابنيوم كانت كفية والله طريق حامد لو جنبي كانت يا كرم ما كان حد هيعده نصف الملعب مصمار احنا هنا اخواتنا زملكوية كان بيقرنوا بحسني لا حسن ده في حتة تانية حسن ده اعلى من كانت حسن ده في عزه اعلى من كانت كان بيلعب في النصر برضا اخي بالك اولعب في النصر ولعب في الهلال اخي بالك اولعب في الاتحاد بس انا بتكلم معك في ايه في نقطة ان طريق حامد لعيب انا عارف انه خمسين في المائة بس هو كل ماتش هلاقي الخمسين في المائة مش لعب عنده مية في المائة وكل ماتش ماشرية تلاتين سبعين عشرين انا احب استقرار فني واداري للعيبة عشي خاطر يطلعوا لي ميكس محترم اللي انا طالبه لما يطلعوا الميكس المحترم اللي انا طالبه لو فيسوا نتاجه بالمداردة طب انا عرفت ايه انما انت الاتحاد عايز ما يجيب السفاقات تاقا الاتحاد عايز لعبة سعودية رجالة يعرفوا قمت بتشير تدومت كل تريف الاتحاد معمول بلعبة سعوديين انا اجيب السفاقات تقيلة احط الميكس بقى السعودي بتاعي زي من الال معامل ليك حاجة عبستورة تانية لا والله انا بشكر كل اخواتنا السعوديين وابارة اتعلاعاتكم احنا هنا ما نفقش الفريق ولا بنقول لفريق انت احسن من فريق لا نقول لنقاشنا هنا للقرى السعودية وانا بشجع الاهلي واكتر واحب اهل الاهلي عشان بحب الاهلي على فكرة مش عشان بكره السلام عليكم ونحط لباتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة